اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدك النهاردة انا عايز اتناقش معاكم في نتيجة بطولة مونسترزيم 2019 وبالتحديد بفئة الـ 212 اللي كانت المنافسة فيها على اشدها ما بين هايد ياماجيشي اللي كسب بالبطولة وخد شيك امته 5000 دولار واحمد الورداني المصري اللي احرز المركز التاني وخد جايزة عبارة عن 2000 دولار في الفئة المفتوحة المصري محمد الامام اللي كان بيلعب مشترك باسم روسيا احرز المركز الرابع ولكن البطولة دي الفئة المفتوحة بتاعتها كانت النتيجة بالنسبالي مفيش فيها لغت كتير بس فئة الـ 212 انا عدت افكر كتير اتفرج على الفيديوهات وعلى الصور كذا مرة وكان عندي مشكلة ان انا في الاخر اقتنع ان اللي كسب البطولة دي هو هايد ياماجيشي انا شفت كل البوزات المختلفة والاوضاع المختلفة وقارنتهم ما بين احمد الورداني وما بين هايد ياماجيشي الحاجة الوحيدة اللي هايد ياماجيشي متفوق فيها نسبيا هي درجة الكونديشنينج او النشافان للرجلين بتاعته ودي باينة في كذا واضع مختلف يمكن في السايت بوزز الحاجات اللي فيها الجنب هتلاقوا ان السيبريشن ما بين الكوادريسابس والهامسترينج عند كابتن احمد الورداني اجمد بكتير بس درجة النشافان في الجزء السفلي عند هايد ياماجيشي اعلى بكتير دي الحاجة الوحيدة او النقطة الوحيدة اللي انا شايفها هايد ياماجيشي متفوق فيها عن الكابتن احمد الورداني نتفرج بقى على الموست مسكلر نتفرج على دابل باك بايسيبس نتفرج على كل البوزات التانية المختلفة هتلاقي ان الكابتن احمد الورداني من وجهة نظر المتوضع متفوق اكتر بكتير على هايد ياماجيشي بس انا برضو في الاخر جيت ابوص قلت البطولة دي مقامة في قارة اسيا واللي بيلعب ده اساسا ياباني يعني فيها برضو شق سياسي وبرضو اللي اكد الكلام ده لما جيت ابوص على النتيجة ولقيت ان الفرق في الفاينل سكور نقطة واحدة يتيمة بس لما تيجي تتفرج على البطولة وتتفرج على المنافسات وتتفرج على الاوضاع اللي اتنين كانوا بياخدوها جنب بعض الشكل الاحلى الشكل المتناسق الفي تيبر الوسط الرفيع الكتف المرسوم يعني الشكل الجمالي حتى بتاع احمد الورداني اجمد بكتير من هايد يا ماجيشي يمكن برضو الحاجة الوحيدة اللي لفتت نظري ان الجزء السوفلي بتاع الضهر في هايد يا ماجيشي الديفينيشن بتاعته اعلى من الكابتن احمد الورداني اخيرا وليس اخيرا انا حسابكم تستمتعوا بالفيديو وتتفرجوا عليه وتقولولي رأيكم في الكممنتز هل الكابتن احمد الورداني اتظلم في البطولة دي وكان مفروض ياخد مركز اول زي ما انا شايف ام انتم متفقين ان هايد يا ماجيشي يستحق الفوز بالبطولة والشيك الخمس تلاف دولار ويتقاهل لبطولة ميستر اولمبيا 2020 نلتقي قريبا في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر